النهاردة سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس الجمهورية اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خلد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان النهاردة الرئيس كان بيتطلع على ايه؟ كان بيتطلع على محاور المشروع القومي للتنمية البشرية اللي واسمه بداية جديدة لبناء الانسان اتكلمت عنه قبل كده بداية مشروع بداية بداية جديدة لبناء الانسان احنا النهاردة من اول السطر احنا في بناء الانسان المصر النهاردة من اول السطر وبيتقل هذا الملف بتوجيهات ومتابعات دقيقة من رأس الدولة الدكتور خلال غفار وطبعا الدكتور خلال غفار مش محتاج تسكية او تعريف راجل شغال بشكل علمي بشكل راقي بشكل واضح جدا اعتقد انه عندي فرساء الرهان في الحكومة الحالية مع الدكتور مصطفى طبعا الدكتور خلال غفار والفريق كامل وزير جناحين بانطير والله والله ليست مجاملة على الاطلاق وانما انا اشتم رائحة واشتم رائحة تغيير حقيقي في مفاهيم كانت راكدة وكانت ثابتة ربما على خطأ النهاردة بنفتح باب وبنفتح مجال تنمية العنصر البشري اهو رئيس الجمهورية الرئيس السيسي ورئيس الوزراء والدكتور خلال غفار نائب رئيس الوزراء موجود الكلام على مشروع اسمه بداية جديدة لبناء الانسان المصري طيب الرئيس بيقول يلا بسرعة عايز صياغة الخطط التنفيذية الرئيس سمع منهم النهاردة قال عايز صياغة للخطط التنفيذية هنعمل ايه والرئيس دايما بتكلم ما لا يمكن قياسه لا يمكن مراقبته ومتابعيته والدكتور خلال دستاذ في هذا الامر بالتالي النهاردة سيد الرئيس وجه كمان بسرعة الانتهاء من ايه رأى؟ انشاء تلاتين انشاء وتطوير تلاتين مستشفى النهاردة تلاتين مستشفى خمسمائة وحدة ومالك تصبي في محافظات المرحلة التانية بالتأمين الصحي الشامل ده الرئيس توجهات النهاردة للحكومة الرئيس كمان وجه بالتوسط في اقامة منشآت الصحة النفسية ودعم منظومة العلاجة على نفخة الدولة وكمان وجه الحكومة بضم تمانية ونص منتفع من تكافل وقامة والاعمال غير المنتظمة في قطاعي التشهيد والبناء الى مظلة التأمين الصحي تبقى النهاردة هذا اللقاء بيؤكد ان الدولة خطط خطوات جادة وتخطو خطوات جادة نحو بناء الانسان اهو عايزين تلاتين مستشفى عايزين خمسمائة وحدة وصحي عايزين ندخل تمانية ونص مليون منتفع من تكافل وقامة والاعمالة غير المنتظمة يخشوا التأمين الصح احنا يا جماعة شغالين في عملية يعني عملية صعبة ومعقدة ومكلفة لكن هو مربط الفرس بناء الانسان زي الرئيس ما قال وهو على اول طريق شغالين وبنتحرك في كل اتجاهات بعد هذا اللقاء راح الدكتور مصطفى مدبولي واجتمع مع الدكتور حسام المصري رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات لانه عرض عليه ايه اهم من الاستغاثات اللي جات للكز التابع لمجلس الوزراء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة